السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بس قبل اي حاجة ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعل زر جرس والضغط على زر اللايك يلا وصلنا الف مشترك قبل نهاية السنة خلاص معتش كتير شكرا جدا لكم جماعة كنت حابب اشتركوا على تفاعلكم على اخر فيديو وعلى التعليقاتكم الجميلة جدا مش عارف اقول لكم يا اكتر ما كده والله يعني مش قادر اشتركوا بالكلام فعلا ربنا ربنا يخليكم كلام جميل جدا شكرا جدا لكم وخلونا نبدأ في الفيديو علشان ما نتقولش على حضراتكم اول حاجة جماعة هنتكلم عنها النهاردة ايه هي يعني ايه التفرات المتنحية طيب جماعة التفرات المتنحية جماعة هي التفرات ما تقدرش تنترها جماعة بدون جين يكون عندك ليها يعني ايه ما تقدرش تنترها بدون جين يكون عندك يعني لازم الصفة تبقى ظاهرة على التير نفسه لازم يكون عندك طير حامل الصفة يعني ما تقدرش يا جماعة تجيب عصفير عادية عصفير تجاوزها لبعض تجيب لك طفرات متنحية ما تقدرش تنترها الا ما يكون عندك الطفرة ذات نفسها موجودة عندك طيب يا جماعة عشان نوضح لكم اكتر الطفرات المتنحية هي الطفرات بتبقى جماعة لازم عشان تنترها بيبقى لازم يكون عندك جين اه او اتنين يعني لازم يكون الاب والام يا اما زبلتات يا اما حاملين الصفة يا اما هم حاملين الصفة ذات نفسهم يا اما صفة ظهرة عليهم يعني يا اما هم ذات نفسهم يكونوا طفرات متنحية يا اما حاملين الصفة صفة الطفرات المتنحية ولو فرد واحد منهم بس صفة متنحية او شايل زبلت صفة متنحية ما ينتجش صفة متنحية لو لوزته لصفة سائدة او صفة مرتبطة بالجنس. يعني يا جماعة عشان تنتجي الصفة ديت او التفرة ديت لازم يكون عندك الاب والام اه شايلين الصفة او شايلين اسبلت الصفة او عليهم او ظهر عليهم الصفة. يعني يا جماعة من الاخر ما تقدرش تنتجي الصفة ديت من طيور سائدة او طيور مرتبطة بالجنس. الطيور اه لازم تنتج من اه يا اما اسبلتات اه شايلة او حملة اسبلتات حملة الصفة يا اما الصفة بتبقى ظهرة على الطير ذات نفسه. يا رب كون المعلومة وصلت لكم. اه دوقتي يا جماعة هندخل على تصنيفات اه الصفات المتنحية. هنقول التصنيفات كلها بتاعت الصفات المتنحية. وهنعرفكم كل تصنيف ان شاء الله. اول تصنيف معنا يا جماعة هي طفرة الفالة. هنشرحكم شو عن طفرة الفالة عشان تفهمه اكثر عن الصفات المتنحية. امرك جماعة لو جربت تيجي مثلا اي حد فيكو جرب يجي انه يدوز مثلا دكار فالو اه الانتية الاتيني. طبعا يا جماعة الجوازة ديك مش هتطلع لكو اي فرد فالو ولا اي فرد الاتيني. هتطلع لكو طيور كلها عادية. ليه? لان الصفة الفالو صفة متنحية. لازم يكون اه الفرد الاخر اللي بيتدوز معاه يكون شايل صفة اه شايل ازبلت الصفة المتنحية او اه او اه يكون هو ذات نفسه صفة متنحية. يعني طفرة اللاتينة يا جماعة طفرة مرتبطة بالدنس. والطفرة المرتبطة بالدنس ما مش صفة متنحية ما لهاش علاقة بالصفة المتنحية وما بتشيلش ازبلتات اه ازبلتات الصفة الصفة المتنحية. عشان كده جماعة ما طلعش ما طلعش طيور الفالو او ما طلعش من تحته زغليل الفالو او اه او لاتيني. طلع طيور عادية. يعني لازم عشان تطلع الصفة ديت او طفرة الفالو ديت لازم يكون الاب والام شايلين ازبلتات صفة متنحية او هما زات نفسهم اه ظاهر عليهم الصفة المتنحية. تمام يا جماعة. برضو عشان معلومة برضو كده لكم. احنا قلنا في الفيديو بتاع الصفات الصائدة. ان الصفات الصائدة ما بتشيلش ازبلتات. يعني ما فيش صفة صائدة تيجي تقول لي عليها يا شايلة ازبلت مش عارف ريمبو شايلة ازبلت مش عارف ايه. لأ طبعا الصفات الصائدة ما بتشيلش ازبلتات. انما الصفات المتنحية بتشيل ازبلتات رمع. الصفات المتنحية بتشيل ازبلتات. تمام يا رمع. كان اول حد معانا اه طفرة الفالو. دي اول تصنيف من تصنيفات التفرات المتنحية. تاني حد رمع في تاني تصنيف من تصنيفات آآ الطفرات المتنحية هو اللون اللازرق اللون اللازرق جماعة في اي اي طير بيبقى صفة متنحية اللون اللازرق ما تقدرش يطلعه برضو الا ازا كان عندك من الصفة المتنحية او يكون التورين عندك الزكرة والانسة آآ لونهم ازرق عشان تقدر تطلع اللون اللازرق تالت طفرة عندنا يا جماعة هي طفرة زي مانتوا شايفين في الصورة طبعا جماعة طفرة الطفرة متنحية زي مانتوا شايفين في الصور دي طفرة آآ ده شكل طفرة رابعة طفرة معنا يا جماعة من التفرط المتنحية هي طفرة رمادي الجناح. زي ما تشايفين في الصور دي طفرة رمادي الجناح. بتبقى في علامات آآ سودة مخففة على الجناح. ده طفرة رمادي الجناح. خمس طفرة معنا يا جماعة من التفرط المتنحية طفرة صافي الجناح. صافي الجناح. بيبقى جناح وكله يا جماعة ما فيهوش اي علامات من من الخطوط او العامة السودب. بيبقى صافي جناعة. زي ما انتم شايفين يا جماعة في الصور. وسادس طفرة يا جماعة معنا من الطفرات المتنحية هي طفرة او 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 زي ما انتم شايفين في الصور جماعة. ده مش لاتين يا دي كانت سادس طفرة معنا من طفرات المتنحية. ومعنا سبع طفرة يا جماعة من الطفرات المتنحية هي طفرة السادل بات. السادل بات هي طفرة يا جماعة بتكون الاشريطة الموجودة على الرأس اه لحد الجناح بتكون يا جماعة مخففة بعد كده اه بتزيد بالتدريج طفرة السادل بات. طبعا الطفرة دي مش موجودة كتير بس هي طفرة اه معروفة يعني. ديت هتسابع طفرة من الطفرات المتنحية. وتامن طفرة معنا يا جماعة هي طفرة البلاك وينج. معروفة طفرة البلاك وينج. والتادسه الطفرة معنا يا جماعة هي طفرة البلاك فيس. دي كل الطفرات الموجودة يا جماعة بالاضافة الى طفرة الدايلوت. وبكده يا جماعة يكون الفيديو بتاعنا خلص النهاردة تتلمنا فيه عن الطفرات المتنحية وعرفناكو عن اي طفرات متنحية. وعرف rounds برضو يعني آآ وعرفناك والتصنيفات بتاعة التفرات المتنحية كلها وبكده رما يكون الفيديو بتاعنا خلص النهاردة وكنت حابة اشتركوا جدا علي على الدعم آآ على الفيديوهات اللي فاتت وعلى التعليقات الجميلة بتاعتكو آآ شكرا جدا لكم آآ اي استفسار اكتبوا لي في التعليقات تحت ومش هبخل عليكم بالرد ان شاء الله آآ نشوفكم في الفيديوهات القادمة ان شاء الله هنكون هنتكلم عن التفرات المرتبطة بالدنس وتفرة الرنبو وبقية التفرات ان شاء الله وبرضو هنآ هيبقى ان شاء الله الفيديو الجايف فتح عشوش فتح عشوش التربية الدمائية والتربية الفردية في مفادقات كتير ردا حلوة وعدية ان شاء الله آآ وبكي يكون الفيديو بتاعنا خلص النهاردة ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرز وتوسلون الف مشترك في قرب وقت ان شاء الله عايزين نوصل آآ الف مشترك قبل نهاية السنة وبقي يكون الفيديو خلص والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشوفكم في فيديو جديد بإذن الله نشوفكم على خير